اشتركوا في القناة هذا الصباح الله مجعلها نعمة مشكورة تصل بها نعمة الدار الآخرة نرجع نحن ندريس بسلسلة أسوة حسنة وكنا نحكي عن الإمام الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه الإمام الحسن البصري هو سيد التابعين من التابعين؟ تابعين اللي شاف صحابي الصحابي اللي شاف النبي اللي يجي بعد منه بيشوف صحابي سبحان الله هذا اسمه تابعي طبعا لازم يشوفه ويموت على الإسلام اسمه إيش تابعي خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هلأ بعد منه للأسف هلأ كل ما كنت أقرب لزمن النبوة كنت أنت أقرب للخير لذلك حوصيكم نوصية لنحن أولادنا يعني مما يؤسفوا له لأن مثلا شاب عمرو يعني عشر سنين اتنعشر سنة تمنى سنين كذا ما 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 عمن نربطهم أو نحببهم بأهل العلم أو أهل الفضل هلأ شو الشيء الملفت عند الحسن البصري أنا بلكن شو الشيء الملفت شيء الملفت عند الحسن البصري أنه من حوله استغلوا طفولته وربطوه بمن حوله من من أهل الإبداع في ذاك الزمان هلأ لما منقرأ عن الحسن البصري الحسن البصري رفع سيدنا عمر وكان عمره سنتين وضمه إليه أديش كان عمره سنتين قال اللهم فقهه في الدين وحبيبه إلى الناس أنت لما ابنك عمره سنتين مين ربطوا من أهل العلم لوين أخدتوا مين حنكوا ما له فائلة القصة يقول الإمام الحسن البصري الإمام الحسن البصري أمه رضي الله عنها وأرضاها كانت خادمة في بيت أم سلمة وين فأم سلمة يوم من الأيام ضمته إلى صدرها وجعلت ثديها في فمه ما منعرف إذا رضع ولا ما رضع لذلك إذا رضع من اللي رضعته أم سلمة لك زوج النبي عليه الصلاة والسلام الله يهنيه قيل أنه كل ما نطق من الحكمة سيدنا الإمام الحسن البصري كلامه مثل كلام الصحابة عنده حكم وعطيتكم ياهوة لا أعطيكم شيء من الحكم قال كل ما تسمعون من حكمه من من تلك الجلسة التي يعني أو من تلك الرشفة التي ارتشفها من ثدي أم سلمة سواء أنه أخد ولا ما أخد أم سلمة كانت كبيرة رضي الله عنها وأرضها لذلك يلي يلي هيك بيشوف حول منه من أهل الصلاح من أهل الفلاح من أهل الخير من أهل البركة إلا نحن مثلا كنا نتزاور في العيد قبل هالأزمة وهي إذا خود ابنك معك عمره سبع سنين يشوف قال له بزمانه تصور مع مين مع الشيخ الفلاني بكرة تذكره هذا يعطيه دافع إيماني سبحان الله البارحة يعني جلست مع الأستاذ مازين المبارك الدكتور مازين المبارك يعني حكا لي كم شغلة يعني كيف قبل يد شيخ بدر الدين الحسني وشلون جلس معه يتذكر عمره من فوق تسعين تنين وتسعين تلاتة وتسعين سنة يتذكر تلك الأيام قال لي هذه أعططني طاقة لأن أقبل على العلم وعلى أهل العلم هلأ نحن نقول له روح لعند أمك ولا ترجيناه وشاك وخلاصه وربطي الجدي بالعامود لك هذا جيبه هذا جيبه بيقول له أنا حضران درس الشيخ الفلاني والله أنا إلى الآن أعتز بأني يعني كل من سبقنا من أحبتنا من أربعين سنة إلى الآن أعرفهم وجالستهم وجلست معهم أنا أذكر كان عمري ثلاث أو أربع سنوات كان والدي يأخذني إلى مجالس العلم الآن أذكر الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني كنت أتذمر من شلون يعطيني مرة يجب لي نوقاية مرة يعطيني هدية خمسة وعشرين ليرة هاي الزرقة طيب ليش هلأ العودة بتذكر لو كان في يك صورة وأخذونا صورة مع يعني الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني هذا شيء يعني يعتز به الإنسان إذا كان يلي حنك كفلان فهلأ الإمام الحسن البصري مين ضمه سيدنا عمر الله يهني إذا ضمك سيدنا عمر فزت وربي الكعبة لذلك هذا نتعلمه أخوانا الكرام لا تقول خود ابنك وروح لعند الشيخ الفلاني ما زال الخير الآن في الشام في ناس في ناس أولياء في ناس يعني عارفين بالله عز وجل هيك قال له بدي يجي أنا وعائلتي هيك بس هيك تدعي لهم بالبركة بكرة بتقول له لك عرفان مين حنكك أنت بيقول لك والله ما اللي عرفان لأبنك لك قال له اللي حنكك فلان لفلاني هذا شيخ زمانه وشيخ إيش كان شيخ الشام أو شيخ كذا إيه الله عز وجل يجعلنا من المقبولي هذا دافع يعني إيجابي بسيدنا عمر ضمه إلي قال اللهم فقه في الدين وحببه إلى الناس هذا الإمام الحسن البصري وكان يقول كنت أحضر خطبة عثمان بن عفان سيدنا الإمام الحسن البصري هلأ نحن عمره سبع سنين وتمني سنين طيب بابا يعني لا يجيبوا على الدرس هلأ نحن بشكل استثنائي هلأ الجائحة اللي مرت عنا أما وينه لو نجيب ونحضر الدرس ونحضر الخطبة ونجي على فجر الجمعة فجر الجمعة بدأ يكون نموذج يحتذى به نحن والله يا أخوانا الكرام الله ما أكرمنا بالصحة ما أكرمنا بالعافي لو نمت ساعة وساعتين لكن شو معنات رمضان رمضان هو دربنا هلأ الآن يعني هلأ بيجي أخبي إلى خلص رمضان لكل خميس ليلة الجمعة كل خميس ليلة الجمعة هي ليلة من ليالي رمضان يوم الجمعة يوم مبارك سبحان الله الله ذكره في القرآن الكريم النبي عليه السلام قال أكثر من الصلاة علي في الليلة الغراء واليومي الأزهر هلأ الإمام الحسن البصري كان مشهور بالحكم يعني سبحان الله كل واحد بيشتهر بشغله هلأ التجار هذا شاطر بالقماش وهذا بيشتغل بالحديد وهذا بيشتغل بيش يعني بالإمام الحسن البصري كان الله عز وجل فاتح عليه بالكلام كان كل كلمة منه سبحان الله أنا أحفظ الكثير من كلام الإمام الحسن البصري واحفظوا هلأ عنكم الإمام الحسن البصري والإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه إمام الشافعي كل كلمة إمام الشافعي شاعر عنده ديوان إحفاظ من كلامه وكل ما حفظ الإنسان من كلام الصالحين ينتفع به كان يقول رضي الله عنه ناصحا من حوله يقول لأحد تلامذتي إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص أو أحرص منك على أن تقول وتعلم حسن الاستماع هدفا تعود مع واحد تجي بتحكي بيقول لك بل ما أقطوع عن حديثك وحديثك ومدري إيش وكل وكل لو ما أقطعت حديثه وكذا قل ما تجد إنسان يعني يمكن بحياتي ما شفت ثلاثة أو أربعة إذا تحدث المتحدث ينصت له بالكلية متى ما خلاص يعني يبديه تعلم ولو كان صغير نحن من أديش من آطع الناس عود حتى لو كان ابنك لو كنت أستاذ في المدرسة طالب عم يسأل شو بقول له اسكوت عود مدري إيش يعني يصمته كما يقولون لا كان يقول إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول وتعلم حسن الاستماع تتعلم حسن الصمتي لأنه الصمت عبادي هلا نحن بحسن الواحد يعود بدون ما يحكي هلا الحكي شلون صار الحكي مع صفة بالكلام الحكي صار بإيش بتاع الجوال بفتحه وبيحكي وبيبعث وصار يعني للأسف فلا صارت إشارات شو صارين ببعث له وش إنه هو ممتعد منه ببعث له قل ما تجد إنه إنسان هيك مبتزم وكان يقول رضي الله عنه وأرضاه مثقال ذرة من الورع الورع شدة التقوى يعني عنده إيش مخاف من الله عز وجل قال مثقال ذرة من الورع خير من ألف مثقال من الصلاة والصوم صوم وبيصلي وفي ناس تنين وخميس ومدري إيش وهيك بيهز براسه وكذا وإيه بيطلع لبرة شغل شوربة تعفوا شون شوربة يعني زودة مي وزودة ملح زايدة ناقصة أخي شو بيقلك يعني الشغلة شوربة شغلة مو شوربة لكن الشغلة ورع تقوى حلال الدنيا حلالها حساب الحلالها يعني أنت عم تأدي زكاة وتدفع مصاري ورمضان وأنفاغ وصيام وتقوى هذا فيه له حساب وحرامها وحرامها عقاب وهو القائل رضي الله عنه وأرضاه إن الإنسان لربه لكنوت قال يذكر المصائب وينسى النعم لقدريت شو صار فيني خير إن شاء الله بقلك مدري إيش شو صار معي بالتجارة ومدري قصرت الخمس ملايين ليرا طيب والمئة مليون اللي الله أنعمه عليك يا سيدي مو مئة مليون أنت قصرت كل شمال عندك نيح طيب والزوجة الصالحة اللي عندك والأولاد الصالحين سيدي ما عندك لا زوجة صالحة ولا أولاد صالحين لسا ما تزوجت أنت شاب طيب ونعمة العافية اللي أنت فيها نعمة العافية والله يا أخواني الكرام والله عم مسمع أناس يعني أمراض ما سمعت بها في حياتي أمراض يلي بحب يسمع بحكيله يلي ما بحب يسمع يسمع بحكيله جزء لك هذا اللي عم يعمل غسيل كلاوي كل ثلاثة أيام هي الروحة على المستشفى هالأيام مو بس المريض يلي بتعب يا محل المريض يلي معه يلي معه هدول يلي بدون ياخدوا ويعطوا الدواء ودير جع وتعبان وهي أنت شو معك جهاز الأدو الكلوية الأدو شايفوها أنت عم تنط وتروح وتاكل وتشرب وتسافر وعم تنغسل إيش كل ما عندك من الدورة الدموية وأنت بخير وعافي أديش لازم يشكر الله عز وجل إن الإنسان لربه لكنود بتذكر المصائب وشو بينسى نعم هلأ في أكل ما عند سوى هي كول وشكور سموها إيش سموها يعني آسية أو شي شغلة ومن دول كان اسمها كول وشكور يعني كول شكروا لأ الله شكروا على هالنعم قال له لك الحمد لك الحمد على أن أكرمتني بأن أحس بالطعم أحس بكل شيء طيب كان يقول من ابتلي ببلاء فكتمه ثلاثة أيام لا يشكوه لأحد أثابه الله به رحمة من عنده عمي حس بوجع ما بخلي زلمة أهل السند وأهل صار معه شغلة لك يا جماعة وبيحط على الفيسبوك ومدري إيش قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله في شي ما حدا بيعرفوا عنه غير الله سبحان الله هلأ حال الناس كثرت تذمر شوف إيه كبع عند الإخوان الكرام وهو موجوع ومدري إيش وكذا وإيه ليش في واحد ما له موجوع بس يلي بينشغل بينشغل إن كان بطاعة الله أو في صالح الأعمال والله بينسى أيام وجعه بينسى بينسى وجعه ليش لأنه في عنده شغلة أسمى وأرقى مما هو فيه أما هلا نحن بصير معه وجعه كيف سوي إيش بل لكن لك شكو لالله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون وهو القائل أفضل الجهاد جهاد الهوى هل هي الجاية اليوم بالصيف هل الفجر شو عمدين أربعة لتلتي من أصعب الأشياء يعني نعم حاكي يكون يعني الليل أصير ونهار والناس ما خلصنا قيام الساعة عشرة بما تروح عن البيتك ونسى ما يكتر تحت أيتين ما بتلاقي إلا إيش يعني صار الوقت هذا جهاد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا سبحان الله الإنسان المؤمن لا يركن كثيرا إلى الدنيا لاحي لاحي إذا كان بدك الدنيا يعني هلا بترجع بتنام شو هلا الساعة ستة ما صارت ستة ما صارت ترجع بتنام ألا منه ولا الساعة عشر الله عز وجل يكتب لك الخير لكن متى أنه جاهدوا أنفسنا إذا هلا أنت ما جاهدت نفسك بكرة يوم القيامة ما في قل لي وأن ليس للإنسان إلا مثل الطالب يلي دارس هيعرف يجاوب كل شي كتبته تثاب عليه الآن جاهدوا أنفسكم يا أخوان الكرام رمضان كان مناسبة ومدرسة تعلمنا جهاد النفس والهوى أفضل الجهاد جهاد الهوى هل يفكروا أن الجهاد في سبيل الله الجهاد ثلاث مراتب أول وحدة الجهاد في سبيل الله هذا تبع السيف والرمح وهلا لما العسكري بيروح هذا هذا مرتبة نين جهاد الهوى هاد هو يلي هو جهاد الهوى أنه جاهد أنفسنا وإلا نحن لما عم نعود بها الحياة وطبيعة الحياة وصير قاعدة على الفيسبوك هلها هي شغلة جديدة الله جعلها مرتبة يعني إيش هلا البكالوريا بحطوا له خمس علامات للطالب هدول ما حدا بيحصلهون إلا الإنسان يلي فعلا دارس مصبوط نية بالمية الله جعل الفيسبوك بهذا الزمان وتويتر واليوتيوب جعل فيهون مغريات يلي بنتصر عليهم بناء المرتبة عالية من الإيمان عالية عالية تجاهدوا أنفسكم هلا عم تشوفوا شي كان بزمانهم من عشرين ثلاثين سنة يحطوا صورة صورة على باب السينما من ويكي شيء يعني يعني ملفت للشاب وكذا ويمكن يشوف وكله مقطوع وإيش تحت رقابة وزارة الثقافة والإعلام هلا بيروح الواحد بفتح الهي بلاقي شيء اتش دي ومطبوع وتستهويه النفس بدك تجاهد نفسك هذا المرتبة الثاني التالتي جهاد دعوة إلى الله عز وجل هدول الأسازة والمشايخ اللي إيش يعني نحن برمضان كنا عم نجاهد أنفسنا والله شو جهاد بتقول لهم بعض الأخوان الكرام يوصل درجات الجلوس على الكاميرا وأنا عم عم صور لأربع عشر ساعة في اليوم ولا ما عدا استطيع له ما عدا استطيع بالإستاذ من اللحة هذا جهاد جهاد حكا لي أحد الأخوة الكرام اللي ما عرفت قدر الإمام إلا بأزمة كورونا قلت له شلون اللي صليت بأولادي أول يوم اللي حافظون تاني يوم تالي يوم آم خلصوا تاني يوم رابع يوم اللي لك لحسيت أنه إيش يعني عدد عمران شعون بعدين صرت بدي أفتح مصحف وكذا وهي انكشفت تلعي الواحد لما بيصلي خلف خلف الإمام الإمام حامل الحملة الله يرحم أحد مشايخنا أجع على على صلاة المغرب فقلت له وتفضل تصلي فينا سيدنا اللي لك قوم روح صلي الله يعينك على الحملة اللي حاملنا كل ياتنا أنت تاري الإنسان الإمام هذا بده إيش يعني عم يخفف عنك وانت ملك عرفان وصلاة التراويه وزكاني الجزء هذا كله جهاد لما يطلع الخطيب يكون محضر وخطبة يعني فيها أفكار وفيها هلأ أحكيك عن الإمام الحسن البصري وكذا هذا كله هذا جهاد حتى هلأ تربيتك لأولادك جهاد شوف اللي الولد بصير عمره ستتعاش أبدا شو الفرق بين بعضهم ها ما صير أبدا تحاكي يمين وجوك يا سهر لك يا أبي مصلحتك يا حبيبي ما في الجهاد التربية أي نفسهم الجهاد دعوة تربية أولادك اللي عنده بنت لا سمح الله هيك يصير الأبي اللي عمره أربعين وخمسين سنة بصير دقة قديمة يقول له يا أبي أنت شوف أهمك أنت شوف أهمك بالحداثة شوف هادول لازم رفقاتي نحن لازم نسهر نحن إيش هذا هذا العصر الجديد بس لي لا سمح الله يندق على رأبته بإيش تصير معه مشكلة بالله يا أبي صير السيارة يا أبي صير مدري إيه لو هلأ عرفت أبوك بنت تنزل على الجامعة لا لا بترد على أمم تصير معه مشكلة لا سمح الله ولا قدر يعرفوا إن الله إيش وأن الله هو الحق المبين إيه أديش معناتها هي هذا جهاد ديش عميتها بالأب سبحان الله الله عز وجل يعينكم على أعظم تر أعظم جهاد وتربية الأولاد في هذا الزمن أعظم جهاد لأنه أولاد صعبين يا أخوانا الكرام كان الواحد ذكر باب بيته شو يساوي يخلص من خلاص من الرفقات وهي هلأ بتخلص بتعود بتلاقي واحد يعني اتنين ثلاثة قاعدين عم يحكوا بالغرفة بتفتح بتلاقي واحد عم يحكي حاطت السماعة إيش وعم يحكوا من إنت هاي صارت إيه هذا هذا من الزمان الذي نحن فيه سبحان الله يقول مسكين ابن آدم محتوم الأجل مستور العلل محتوم الأجل يعني سبحان الله مبارح هيك في في أخ عيد علي تالت يوم العيد وكيفك أستاذنا وكذا وهي تلو والله وكذا وقال لي بدي زورك تلو والله أنا أتشرف وكذا وهي قال لي بالجامع ناله خلاص بالجامع إمتى قلت له يعني يا بتجيني هي أو تجيني يعني إن شاء الله يوم الخميس سبحان الله أمبارح فتحت وسائل التواصل لقيت أخوه حاطت نعيه 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 لك هو ولا ما هو لك لا إله إلا الله والله هو لا إله إلا الله محتوم الأجل ما حدا بيعرف إمتى وما تدري نفسهم الله شو آلمني لكن قدر الله عز وجل مستور العلال طلبه من الله ستر كل إنسان ما عنده أشياء هلا هو البني آدم علال شو علال كله علال هذا اللي بدي روح على مكان قضاء الحاجة وهذا بده إيش سبحان الله بأحد الدول كان في لازمة كورانا وكذا وهي تصلت بأخ كذا اللي والله مش تألك تقول له طيب والله تقول له شو رأيك نحكي فيديوك نسلم على فتح لي هيك وإز إيش شعره كالعهن المنفوض وش ودأنه هي تشوفي قال لي والله ساز الحلائين مسكرين وكذا وهي بني بني آدم علال بيطول شعره وصاب إيش بده مين يضبط له ياها كان يسموه المزين مين آه لمزين هو الحلاء فالإنسان علال يا أخوان الكرام نحن لولا الدين ولل يعني سنن الفطرة كنا أنتنا هلا شو تقص الأظافر والإنسان إنه إيش يتعاهد إيش يعني الشارب ويتعاهد اللحية والكذا ودري إيش والسنن نهية والسنن النبي عيد وصلا من الاغتسال وشوف الإنسان اللي لا سمح الله ولا قدر لو إنسان فات سجن شوفوا جم وزا صلوا خمسة عشر يوم ما اغتسل وهي أيام بيحكولي يا دول السيخ تبع الهند ومائية بربط وشعره بيقول لك صلوا إيش صلوا ثلاثين سنة خمسة عشر سنة بيتباهوا أنه ما حلق شعراته هي كلها علل بني آدم علل بني آدم علل شوفوا قديش كرم الله بني آدم خاصة في الإسلام قضاء الحاجب وفوت وحمام ونظافة وطهارة وإيش وعطر وعطر وجعلوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام والسواك لو كان الإنسان بده ينتره كما هو كان علل كل واحد الله ساتره ها كل واحد الله ساتره ما بتعرف عنه شيء هذا عنده مراض الله ساتره بيقى إن شاء الله ربي يشفينا من كل داء أيضا كان يقول الدنيا كلها غم ما فيه هلا الدنيا فما كان منها من سرور فهو ريح شلون يعني شلون هلا اليوم هيك السسنائي هيك الجو لطيف وهيه أما الصيف كله شو شو دنيا كلها غم ما فيه شي سر ما ما بتنسر إلا بطاعة الله باري حكي تقول لهم هاي الساعة اللي قبل الفجر لا تتركوها هاي الساعة اللي مننسر فيها هاي الرئة اللي منشم منها يا ايش ريح الإيمان طلع على من بيتك تكاب سيارتك بما تصل المكتب بيصير ضغطك قديش دين وعشرين بتعود تليفونين ثلاثة عياراك بس هاي مبلش ايش واحد هذا طليع وهذا نزل وهذا خسير وهذا ربيح وهذا مدري ايش وهذا سكروا له وهذا فتحوا له وهذا غم ولسه الجاي اسوأ ليش ما من عام إلا والذي بعده أشر منه هلا اسألوا أخوانا التجار كانوا كل يوم يومين ثلاثة يروحوا على عزيمة عزيمة وعلى أكل وعلى شرب ويجتمعوا ورب هلا فيها اللي حدا بيروح من وين دي يجي البسط كل مصيبة يعني تأتي كلما دخلت أمتهم لعنت أختها هذا لسه الجاي أسوأ أخوانا الكرام لذلك الإنسان الآن كنا نقول صلاة الفجر لك احترمناها صنع خمسة وسبعين يوم إن شاء الله نحترمه بجاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة الدنيا كلها غم فما كان منها من سرور فهو ريح إذا كنت أنت هيك بنعيم ومسرور يقول له يا رب ديم علينا النعيم مع أولادك إذا صح لك أنه تكرمون تاخدون تجيبون تعود معهم هدول هلا الضيوف عندك هدول بنتك اللي عمره ستة عشر وسبة عشر شيك أكرمها أعطيها حوفها لأنه ليه ما بنعرف الأول وحدة يجيها زوج إيش يرجيها النجوم تبع الظهر إن شاء الله ما يكون شب هلا اليوم عندك بكرة سافر صيدك تشوفه بالفيديو بلغ دايتين وكل عم أنتم بخير واشلونك بابا ودير بالك على حالك وين أيام كنا نعود نتغدى والروح ونجيبون والله صفيان الواحد عم يتغنى بإيش بالصور بيفتح هيكي لما كنا في البيوت بالأزمة صار كل واحد يطلع دفاتره إيش هلا التاجر لم فلس شي بيطلع هاي الدفاتر الأديمة سنة سبحانه هون ينرمحنا على الكعبة وهون مدرئة السورة وهي يوم بالجبل اللي فلاني وهي هلا وين هلا حكالي أخ الأخوة الكرام عم يتشكرني يعني على ما كان من البرامج في رمضان وخاصة في العشرة الأواخر من رمضان قال لي والله يا أستاذ قال لي بنتي في مكان وابني في مكان وزوجتي في مكان اللي أنا كنت بدي سافر وبيدي أرجع معدع ست أرجع وأنا في مكان نحن الأربعة نلتقي وين المائدة كانت جلسة الزكر إلي شوفوا أنه هيك أنه نحن على الجلسة وعمل نشوف الرابط وكذا وهي منيح كمان اللي عم تجمع كون الجامع هو اللي بيجمع ليس اسمه جامع هلا بلتقى فلان وفلان وين والجامع كان يجمعنا الجامع صارنا هلا ندور على بعضنا دوارة ما نلاقي في أخ أنا كل يوم بتصبح بيوشه أبدا أدخل إلى المسجد لك ما عند لقيته صورت دوروا عليه على الفيسبوك ما ملو موجود غير متصل الحمد لله هلا إيش صارنا هيك الله عز وجل يقطعنا عن الجامع الجامع جامع جامع القلوب لذلك قال يعني الدنيا كلها غم شاء الله ربي بصرف عننا الغم كان النبي يستعيذ بالله من الغم لأنا طولت عليكم لكن الإمام الحسن البصري عنده كلام عسل مو كل العسل عسل هلا أعظم العسل مين هو ميني بيعرف الجبلي أحسنت أستاذ عدنان الجبلي ليش وأوحى ربك إلى النحلي أن يتخذي من الجبال بيوتا البيوت بسموها الجرد هذا فمو كل العسل عسل هذا العسل الجردي هذا ألا وين ألا في عسل ألا أعطيني عسل أصلي وخذ ما شئت العسل فيه شفاء سبحان الله هذا لجب لا تقطعوه من بيوتكم لا العسل ولا حبة البركة ولا الزنجبيل هاتول الله زاكره هل قرأناها في سورة الدهر بده يشرب كوبتشينو بده يشرب الله يهنيك بس لا لا تنسى اللبن ولا تنسى لما النبي عليه الصلاة والسلام فرأى في المنام أنه قدم له لبن وخمر فأخذ اللبن لبن علم أولادنا هذه الثقافة هلما ما يعرفون هذه الثقافة يعرفوا ثقافة البيبسي أو الأشياء التي يعني سبحان الله ما بنا نتكلم أكثر من هيك الله عز وجل يجعلنا من المقبولين أنا مسرور جدا 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 صحيح عودة الصلوات ولكن الروح التي كنت أفتقدها كنت أجلس أمام الكاميرا ونحاكي الكاميرا هيك سبحان الله ولما هيك تعتم أيام معت بيانت الكاميرا من الأضوية ما شوف غير ما شوف شيء هل الآن تنظر إلى أبو فلان وإلى أبو فلان والأستاذ فلان تأخذوا تنظر بيوم الله عز وجل يعطيك فكرة إيش هو هي في قلبه هي هي الروح إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الأخير تجربة أتمنى ألا أعود إليها صدقا نحن في رمضان يعني قبر رمضان شوف بابا رامج أنتم كنت تشوفوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت تشوفوا آياتهم بينات كانوا يبثوا التلفزيون وإن تطيعوه تهتدوا لك هذا محلقة ولا حلقتين كل برنامج ثلاثين حلقة ثلاث برنامج تسعين حلقة غير حطوا لكل لقاء الجمعة ولقاء الخميس ومدري إيش وكذا والأشياء وتكبيرت العيد وهذا كله كان جهد هذا جهاد الدعوة إلى الله عز وجل يعني شعرت بأني مسؤول يعني أمام الله عز وجل عن الناس أنه جالسين في بيوتهم طب إذا هني جالسين في بيوتهم ما يستطيعون أن يأتون إلى المسجد ألا نستطيع أن نصل إليهم هاي نعمة وسائل التواصل في هذا الزمان اللي كان قاعد بالشرق وبالغرب كان يسمع مجالس العلم أصبحنا وأصبح الملك لله اللهم إنا نسألك في هذا الصباح النجاح والفلاحة والبركة والتوفيق والرضا وسعادة الدنيا وسعادة الآخرة اللهم ربنا تقبل منا بسر الفاتحة ترجمة نانسي قنقر